اشتركوا في القناة بضال النفط والغاز بمجلس إدارة شركة غاز البحرين الوطنية بنغاز وإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توسعة غاز البحرين الوطنية توسعة نعم تنص القرارات بتعيين السيد مارك توماس رئيسا لمجلس إدارة شركة غاز البحرين الوطنية بنغاز والشيخ محمد بن عبد الرحمن الخليفة نائبا للرئيس وتعيين كل من السيد عبد الرزاق عبد الحسين جواهري والسيد عبد الله البسكي والسيد هالا مفيز أعضاء بمجلس إدارة بنغاز تمتلك الشركة القابضة للنفط والغاز 75% من شركة بنجاز ويمثلها خمسة أعضاء من أصل سبعة بمجلس إدارة الشركة كما أصدر سموه قرارا آخر بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توسعة توسعة غاز البحرين الوطنية توسعة وهي شركة مملكة بالكامل للشركة القابضة للنفط والغاز حيث تضمن القرار تعيين سيد مارك توماس رئيسا لمجلس إدارة توسعة والشيخ محمد بن عبد الرحمن الخليفة نائبا له وتعيين كل من السيد عبد الرزاق عبد الحسين جواهري والسيد عبدالله البستكي والسيد هالة مفيز أعضاء بمجلس الإدارة